التقى الرئيس عبد الرب منصور هادي محافظة المهرة محمد علي ياسر وجه بتوفير متطلبات واحتياجات المواطن الأساسية في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات وحث الرئيس هادي السلطة المحلية على مضعفة الجهود والدفع بعجلة التنمية للأمام والعمل على محاربة التهريب مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة وتوفير احتياجاتها ويعطاء أولوية قصوى لتأهيل أبناء المهرة وتوفير فرص العمل لهم من جانبه قدم محافظ المهرة تقريراً عن الأوضاع في المحافظة وجهود البناء والاحتياجات المطلوبة في مجال الخدمات معبراً عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية بأوضاع المحافظة